أهالي ضحايا جريبة تفجير مسجد دار الرئاسة ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تنديدا بالإفراج عن أربعة متهمين رئيسيين في القضية مطالبين بسرعة أعادتهم لسيني ومحاكمة بقية المتهمين وتحقيق العدالة عامان مر إلا شهر وهم يترقبون العدالة ويلتمسون الأعذار لتأخر إمضائها وبينما صبرهم يشك أن ينفذ فوجئ أهالي ضحايا جريمة تفجير مسجد الرئاسة بقرار إطلاق سراح أربعة متهمين على ذمة القضية ما دعهم إلى غادرة صمتهم فرحنا لقضية شهداء وجرحة جامعة دار الرئاسة واتفقنا على أن تمشي إجراءات القضية ويجتمع بالفريق الذي وكله الجرحة والفريق المحامي أهالي ضحايا تفجير مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011 أثناء تأدية الرئيس الجمهورية وقيادة الدولة صلاة أول جمعة من شهر رجب الحرام خرقوا في مسيرة احتجاجية ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة إلى أمام مكتب النائب العام نناشد الأخ النائب العام ونناشد رئيس الجمهورية ونناشد الحكومة ككل أن لا يهم الموضوع جامعة من هدين فهي جريمة نكرى استنكر لها الجميع وإضافة إلى ذلك نسمع اليوم أنه تم إطلاق بعض المتهمين والمساجين في هذه القضية لذا فنناشد الأخ النائب العام على وجه الخصوص أن لا تهم لهذه القضية أبدا أهالي ضحايا هذه الجريمة المصنفة بأنها الأبشع والأشنع في تاريخ اليمن استنكروا في بيان لهم الآلية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع الجريمة بوصفها لا توازي ما تفرضه قسامتها من استنفار للمبادئ والقيم والقوانين والإجراءات حتى تأكيدهم أوجه رسالي إلى النائب العام وأقول فيها يا النائب العام أوجه لك لندا باسم الجرحى وأولاد الشهيد الدم غالي ولن يذهب سداء أين العدالة والحكم الرشيد أهالي ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة جددوا في بيانهم تمسكهم بحقهم في القصص ومناشدتهم الجهات المعنية والأمنية والقضائية التي اطلاع بمسؤوليتها الدستورية وواجباتها القانونية في ضبط الجنى وإمضاء العدالة التي أكدوا أنها لم تكن ولم تكون بأي حال عمياء أو خرساء أو مكبلة أهالي الضحايا حذروا في بيانهم من مغبة تأخر البت في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة وتحريك ملفها وتقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة ومن عواقب وخيمة لهذا التأخير ذكروا منها زعزعة الثقة في استقلالية القضاء اليمنى ونزاهته وفاعلية الالتجاء إليه ما سيسهم في إحلال ما وصفه بشرعية الغابة والتي لا حرمات فيها لدماء أو أعراض أو أموال أو أرواح فارس الصليحي اليمن اليوم صنعان من جانبهم جرح جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة عبروا عن تضاعف آلامهم من جراء الإبطاء في الاقتصاص لهم مما طاولهم مطالبين بسرعة ضبط الجنات وتقديمهم للعدالة أتينا إلى هنا لناشد النائب العام والسلطات القضائية بإعادة من تم الإفراج عنهم المجرمين الذين قاموا بتفجير جامعة دار الرئاسة ناشد اليوم النائب العام ورئيس ملسى القضاء على علاء ورئيس الجمهورية على أن يعيد الذي تم الإفراج عنهم إلى مكانهم لينالوا جزاءهم من العمل الإجرامي الذي قاموا به في دار الرئاسة سبب مليئنا اليوم بسبب خروج القتلة في قضية جامعة نهدي ونحن جينا هنا كبير وزغي من ضالب رئيس الجمهورية وأننا يبلعاء وكل من له وصلوا بالقضاء أن يعيدوا من أخرجوا وتحريك القضية وليستجميدها نريد أن يعيدوا السجناء الذي أخرجوهم من السجود القتلة في قضية دار الرئاسة وإحنا من ضمن الجرحاء وإحنا لم نبقى أيدينا مكفوفة إذا لم يعيدوهم إذا أسجونهم